بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في سلسلة فيديوهات ويندوز بالواجهة الفرنسية والانجليزية نقدم الشرح بواجهة فرنسية وثم واجهة انجليزية ليستفيد كل من مستخدمي الواجهة الفرنسية والواجهة الانجليزية في هذا الفيديو سنتعلم كيف نقوم بتغيير نوع الحساب حساب ويندوز هذا حساب أي حساب المستخدم هنا تظهر هنا الحساب الأول الثاني تريد هذه انشأته في سرحات سابقة كيف نقوم بتغيير نوعه عندنا عندما نقوم بانشائه لا يكون ما يسمى بأدمنستراتور أي لا يتحكم بجميع امكانات الحسوب تكون امكانات فقط محدودة كمستخدم محدود الوصول فنريده أن يكون كامل الوصول لجميع امكانات الحسوب وحتى عندما نغير المستخدم يمكنه الولوج من المستخدم المستخدم يعني مستخدم أدمنستراتور ما يسمى بأدمنستراتور بالفرنسية نذهب هنا إلى شعر ميكروسوف تقصى اليسار أسفل نضغط عليه ثم نكتب كيف هي عادة الحروف با وان فيظهر باندو كونفيقاسيو نضغط عليه أو نضغط على زر انتري مباشرة ثم نبحث عن ايقونة الشخصين كما قلنا وجه امرأة ورجل ننقل عليه ثم نذهب إلى بهذا الشكل ثم نختار الحساب الذي نريد أن نغير نوعه نختار مثلا هذا خمسة الذي انشأناه في آخر درس ثم نذهب إلى مضيفيه لتيب دي كونت مضيفيه لتيب دي كونت نضغط عليه نلاحظه هنا سطندر يعني أصول محدود جدا هو سطندر ودبنيستراتور أصول كامل لزادمنيستراتور هم ان كونترول تطال يعني دي بيسي يمكن ما تحكم جميع إمكانه فنختار منها وندفيا لتيب دي كونت فغيرنا نوعه بهذا الشكل بنسبة للواجهة الانجليزية بنفس الطريقة نذهب إلى ويندوز انجليزية نضغط هنا على شعر ميكروسوف تقصى اليسار أسفل ثم نكتب PA-AIN تأل حروف PA-A-AIN ولكن لاحظوا استدعت PANEL وليس CONTROL ليس كما رأينا PANEL DE CONFIGURATION ولكن الحروف تتشابه ندخل إليها نبحث عن أيقونة الشخصين بنفس الشكل وتسمى هنا User Account نفتحها ثم نذهب هنا إلى Another Account يعني التحكم في حسابات أخرى ثم نختار الحساب الذي نريد أن نغير درجة أصوله إلى إمكانات الحسوب وإلى تحكمة الحسوب ثم نذهب إلى هنا Change the Account Tip نوعه لدينا هنا Standard وAdministrator بنفس الطريقة نختار Administrator ثم نختار Change Account Tip فنكون قد غيرنا نوعه من الأفضل تغيير النوع إذا كان حسوبكم شخصي وعندكم حسابات من الأفضل بمجرد إنشاء حساب أن تغيروا نوعه لماذا للوصول إلى جميع إمكاناتي لأنكم قد تعتقدتكم بعض مشاكل مثلا إذا كنتم على مستخدم وأردتم الدخول إلى ملفات المستخدم أخر إذا لم تكنوا Administrator فسيمتم منعكم لهذا من الأفضل تحويله إلى Administrator بمجرد إنشاء الحساب كان هذا كل ما يتعلق بكيفية تحويل حساب من عادي إلى كامل الوصول أو ما يسمى بAdministrator وإلى فيديو آخر إن شاء الله موسيقى